موسيقى يا مساء الفل على حضراتكم النهار ده حلقاء جديدة في فقريتي الاولى هنتكلم على السمنة وهنتكلم على اضرار السمنة بس في فقريتي دي انا جايبا لكم يعني بطلة من ابطال كورس الانسيليم اللي قدرت يا جماعة ان هي تحقق الوزن المثالي وزن الريد كاربت زي ما بنقول خلاص بقت مادل دلوقتي عايز اقول لكم يا جماعة انه طبعا انا الفترة اللي احنا بنكلم فيها دلوقتي بتعمد ان انا جيب دايما بطلة او بطل من ابطال كورس الانسيليم عشان نحفزكم على النزول في الوزن انه طبعا حبايبنا اللي بنورونا في الستوديو هم ناس زيكم بالزبط وهم عندهم يا جماعة سمنة عندهم زيادة في الوزن عندهم مشاكل سمنة موضعية ومشاكل في منطقة البطن عندهم كرش درعات ارداف وقدروا مع كورس الانسيليم وطبعا بمتابعة الفريق الطبي دا كاترتنا ان هما ينزلوا في الوزن ويحققوا الوزن المثالي فاسرع وقت ممكن وكمان من غير فلوس كتير لانهم بيبقى اغلبهم محزوزين وخدوا كورس الانسيليم بالخاص تعالوا نرحب بضفتنا اللي من ورانا النهاردة امي زكي زكي يا امي زكي حابت اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله الحلوة والجمال دا انا لما شوفك يعني من قبل ما شوف الصور اللي كان عندك فيها زيادة في الوزن انا تخضيت اه وانا كان بنت مرضوضة اوي انا زكي بقى تحكي لنا اكتر يا امي اه قولنا انت كنت كم كيلو ايه اللي شجعك ان انت توقفي كده وتدي نفس الجرس الانذار ان انا لازم اخس انا كنت بالضبط 85 كيلو ايه كنت وصلت الوزن دا اكتئاب ايه فطبعا كل ما فيه اكتئاب اه اكل بقى اكل طبعا مش هجبني بتباكل ايه فبعد كده لقيت نفسي وصلت كده مرة واحدة بقيتش قادرة تحرك بقيتش قادرة مشي اه حسيت ان انا خدت سن اكبر من سني شكلي بقى حاسة ان انا حد كبير ايه جيت كنت راحة فرح امم فجبت فستان وكانت شكلي يعني فستان عجبني جدا مش لاقي المقاسي يعني انا متخالة مش متخالة جسمي يعني انا او انا تخينة بس انا مش متخالة جسمي امم فجبت الفستان وكده فبعد الصور حاسيت خضيتي اه اه ما كانش عاجبك شكلك وانت عندك زيادة في الواسط اه وكنتش راضية الصور اه 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 اوه ده الفستان اه اه اوه الفستان الازرق ده اه فاخدت يعني موقف مع نفسي وقلت لأ خلاص انا هحاول بقى حاولت ان انا ابدأ ضايت اه طبعا مفيش ارادة ام انتي كنت بادية الكورس 85 كيلو 85 كيلو اه صحي كده انا حاولت ان انا ابدأ يعني اول ما بدأت وزنت عشان اعايز اعرف بقى ايه ايه فكنت متحمسة بصراحة اه فبس بتديت بقى ان انا لقيت نتيجة سريعة احاولت الكورس كم شهر شهرين اه انا حاسة ان انا مبسوطة قوي وخفيفة كده بلبس كل اللي انا عاوزي اه قولنا بقى انتي بعد ما خصيتي فرق معاكي ازاي يعني نزولك في الوزن ده فرق في حياتك ازاي يا امي ابصي فرق في كل حاجة اولا في صحيتي بقيت اقدر امشي واطلع سلم واتحرك واروح واجي بقيت البس اللي انا عاوزي اي حاجة اشوفها اي انا بقيت بلبس سمول وميديم فما كانش فيه الكلام ده خالص طبعا اه اه امي اكس وانتي طالع امي يا جماعة بتقولي ايه انا اكتر حاجة دلوقتي بصرف عليها فلوس هي اللبس بعد ما خصيتي اه طبعا لبقى عايزة جيب اللبس بلز المحل فرحانة مهتربلش نفسي عن شراء اللبس حتى انا كل اللي شافني بقى اصلا بعد ما خصيت كله فاكريني ان انا عملت عملية بقى تدبيس معده وكده محدش مصدق ايه ده معقولة كده كده ان شاء الله يعني انتي بس حقيقة حققتي انجاز خطير يا امي تعالوا يا جماعة نشوف صورة امي تاني انا فرحانة بالصورة عايزة الحقيقة تتعرض عمتول وانتي امارين منور قدامي والله يعني امي يا جماعة كانت 85 كيلو بدت كورس الاناسيليم اخدت كورس الشهرين وصلت ل58 كيلو نزلت 27 كيلو خست 27 كيلو في شهرين فطبعا صورتك امر دلوقتي وانتي قاعدة قدامي امارين والصورة دي كمان 3 امارات فماشاء الله عليك طب قللنا يا امني انتي كنت بالتابع مع مين من الدكاترة مع دكتور جهاد ايه بصراحة ولي شجعني انا كنت خايفة بصراحة من التجربة دي لنا ناخد ده يعني ادوية وكده لان كان في زمائل ماما صحابها كانوا على طول بياخدوا بقى بيجربوا ده وده وبيرشم ده وده فما كانش حد فيهم بيخص حتى لو خستوا شوية بتلاقيهم رجعوا اكتر من الأهوية اه وكمان كان بيبانى على وشهم بيبقى شاحب وفي تراهولات وكده ايه انا عايزة بقى اسألك عن نقطتي انتي بعد منزلتي وخسيتي 27 كيلو هل حسيتي بتراهولات في وشك ولا اي حاجة هماءان تجعيد حسيتي ان في عندك تراهولات في جسمك ما شاء الله امر يعني بصوا يا جماعة عشان هي قاعدة قدامي فانا شايفة الصورة ملكة جمال الحقيقة ما فيش اي تراهولات ما فيش اي تجعيد ما فيش هالات سودا ما فيش اي حاجة لا ما فيش اي حاجة خالص حتى يعني بيبقى فيه انواع عدوية كده بتشتغل على المخ بيبقى فيه قرق صح مفيش اي حاجة اوه ما كنتش بتحسي بقى مع كورس الأنسليم بالصداع بدوخة لا لا ما فيش اي حاجة من دي حتى الاكل بيأكل كل اللي انا عاوزيه بس بكميات منزل اول يعني بلاقي نفسي أه بيجيب الأكل اللي أنا عاوزيه وحلوياته كل حاجة بس بلاقي نفسي كلتها كميات كده وأنا الواحد اللي مش عايز عارفة ليه ده لما بقول يا أمنيا أنه كورس الأناسليم الحلو اللي فيه أنه ما بيحرمش كل الناس اللي عايزة تخص من الأكل بالعكس أنت بتاكلي كل اللي نفسك فيه حلويات نشويات رزه مكارونا محاشي كل أنواع الأكل بس بكميات أقل يعني أنا بلاقي نفسي خلاص اللي أنا شبهت حتى كانت مشكلة الحلويات كمان ودكتورة جهاد بقى كنت بتتبعي معاها كانت معاكي أول باول درقونية كانت على طول بصراحة من أول ما أنا خدت الكورس كانت كل يعني بتتبعي معايا ولو في أي حاجة عاوزة أسألها بس تفسر بينها وبكلمها لأ كان تمام يعني شكرا جدا لها بجانا أنت خدتي الكورس الشهرين بالخصم ولا من غير خصم؟ لأ بخصم 50% يا سلام بأنتي رابع عليك بحيتي الخصم دي أهم حاجة دايما بقول أنه الناس حبيبنا اللي بيتفرجوا علينا تلاقيهم يتصلوا على طول بالدكاترة في أوقات ما يبقاش فيه خصومات في الكورس فتقولك أنا نفسي أخد الكورس ده أنتوا البطلة من أبطال كورس أنا سيئة ملكات من وراك وكبت تقولي أنها غطت بـ 50% خصم أو بـ 70% خصم بس طبعا ما كانوش بيلحقوا فالحمد لله إن شاء الله الخصومات يا جماعة شغالة تقدروا دلوقتي من خلال الأرقام اللي ظهر قدامهم على الشاشة أنهم يطلبوا الدكاترة ويتابعوا معهم وطبعا بنشكر دكتور جهاد شكرا جزيلا على الإنجاز اللي هي حققته معاكي يعني خليتك تخسي 27 كيلو في شهرين ده إنجاز طبعا يعني أنا نفسي مبهورة طبعا أنا عايزة أسألك على حاجة بقى يا أمني عشان فيه سؤال دايما يعني ناس كتير قوي دلوقتي بتتفرج علينا تقولك أنا معقولة أمني تكون نزلت 27 كيلو في شهرين وما حرمتش نفسها من الأكل أكيد في حاجات معينة بتبطلها أكيد فإحنا عايزين هنا نوضح إنه لا أنت بتاكي كل الأكل لا كل حاجة باكلها بس كانت مسايمة بقول لحضرتك بكميات يعني ما كنتش بمنع نفسي من أي حاجة أي حاجة أنا عاوزيها وحلويات وكل حاجة باكلها بس خلاص مورد ما بدأت في الكورس يعني أنا معدتي حسيت لأيه واحدة واحدة بدأت تصغر آه دايما بنقول إن المعدة بعد فترة مع كورس الأناسيام بتصغر يعني حجمها بيقل فطبيعي الأكل اللي داخل جوه المعدة بيقل آه بيقل آه وبجبع بسرعة وبعدين يعني ما فيش حاجة بطلتها بصراحة لا كل الأكل كنت باكله ما شاء الله عليك بصراحة إنجاز جميل جدا لحد ما وصلت كده ما شاء الله مودل دلوقتي طب كلمين عن شعرك بقى كان فيه تساقط في الشعر مع كورس الأناسيام حسيتين شعرك بيقع مثلا لا بالعكس خالص ما فيش أي حاجة ما حسيتش أصلا بأي حاجة وكنت دايما متابعة حتى مع دكتورة وجهاد أنا كنت يعني كنت ألقانة وخايفة إن أنا إيه لإني زي ما قلتلك أكتر ألواع الأدوية بتشتغل على المخ وفيبقى فيك تقاب وكده صحيح صحيح طبعا كورس الأناسيام ما بيشتغلش أبدا يا أمي على المخ أنا حبب برضو أطمنك وأطمن أستاذة المشاهدين إن الكورس بالكامل مرخص من وزارة الصحة المصرية وكل مواد طبيعية آمنة ما بيشتغلش إطلاقا على المخ فما كنتش بقى بتحسي بصلاع بموحة بصوت شعر لا وكنت بقى مبسوطة كمان إن أنا خلاص بقيت أجبع ما بقيتش أحسي إن أنا جعانة زي الأول طول ما أنا قاعدة عاو زي كلها 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 لا ما فيش الكلام ده قبل ما نختم بقى يا أمي عايزك يتواجهي نصيحة لكل حبيبنا اللي بيتفرجوا علينا اللي عايزين يخسوا يعني تقول لهم إيه أقول لهم طبعا لازم يلحقوا الكرس بالخصمات يلحقوا بالخصم يلحقوا بالخصم يا رب لازم يلحقوا بالخصم واللي عاوز يبدأ بجد لازم يبدأ من دلوقتي ما يستناش عشان ما يوصلش لأكتر من كده لأن السمنة أصلا بتسبب أمرات كتير ومتعبة جدا وبتدي سنة أكبر من البناء آدم ولأ بجد يعني لازم لازم تجربوا الكرس وهتشوفوا بنفسك وأنا مكنتش مصدقة بصراحة لحد ما أنا شفت نفسي ما شاء الله عليك يا أمر والله يمنور معنا يا أمنية ونورتينا وبشكرك شكرا جزيلا مرسي أوليك يا جميل مرسي أولي طبعا يا جماعة أي حد عايز يخس زي أمنية أمنية نزلت مع كورس الأناسية ومع دكتورة جهاد من الفريق الطبي 27 كيلو في شهرين تقدروا دلوقتي تخسوا زي أمنية من غير عمليات ومن غير ما تحرموا نفسكم من الأكل ومن غير ما تدفعوا فلوس كتير عشان في خصومات حلوة جدا دلوقتي على كورس الأناسية الحق الكورسات بالخصمة وتعالوا نطلع فاصل سريع جدا ونرجع لكم بعد الفاصل افكوا معنا